ما الذي يمكن أن تحققه الحكومة العراقية الحالية كما تعلم أو القادمة بعد كل هذه الظروف التي جرت في ظل الأدوات البسيطة الموجودة كما تفضلت ليس هناك كثير من الخيارات ما الذي ممكن أن يتأمله العراق أو الشعب العراقي من كل ما جرى بتقديرك؟ أول شيء دكتور أحمد ما رح تكون منك حكومة ما رح تشكل يعني انسى لإطار التنسيق وتشكيل حكومة هذا ما يصير أخذه مني الحكومة الحالية حكومة السيد مصطفى الكاظم الحكومة الانتقالية هي اللي باقي بالحكومة بالفترة القادمة وأنا أعتقد كل ما تقدر عليها الحكومة هذه الحكومة الكاظمية أنها تحاول تحتوي هذه الأزمة وعدم التصعيد يعني أكثر من الشمال الآن هذا كل ما بإمكانه أن تدفع عليه ليس بإمكانه محاربة حزب العمال وليس بإمكانه الضغط على تركي لسحب قواعدها وقواتها من داخل الإراق مستحيل النقطة المهمة باعتقادي مثل ما قلنا قمة طهران والخلاف الواضح ما بين تركيا وإيران بخصوص الهجوم المرتقب لتركيا في شمال سوريا للدفع بقوات قصد وحزب العمال باتجاه الجنوب الشرقي يعني إلى أماكن المليشيات الإيرانية تابع الإيران في هذه المنطقة والضغط على بشار الأسد الإيران تحاول قدر إمكانها جرد تركيا إلى صلاعات جنوبية لكسب الوقت فأنا باعتقاد الحكومة العراقية الشيء الوحيد الذي بإمكانها أن تفعله هي تحد من تصعيد هذه الصلاة المصالح في داخل الإيران وإذا تعاونت مع الطرف الدولي والطرف التركي وكشف الحقائق من يك من خلف هذا العمل الإرهابي أنا أعتقد هذا رح يؤدي إلى تذكيك هذه الأزمة يعني خنقل نزع فتيل شرارة هذه الأزمة هذا كل ما بإمكان الحكومة العراقية تبقى على العام